تعال أخذك على الحوار الوطني وبأفكرني أقولك على حاجة متعلقة بأبواق ومنابر الإخوان يعني برضو كانت حاجة دماء خفيف عجبتني يعني بصراحة وعتات حاجة حصلت أمبارح برضو بس حصلت وأنا على الهوى من الآخر أنا الحقيقة لقيت إنه الإخوان أمبارح كانوا بيتفرجوا علينا هنا برنامج التاسعة مقدمه يوسف الحسيني زملاء الأعزاء في الإخوان أمبارح كانوا فاتحين التلفزيون وعادينا عملين بيتفرجوا وبيسجلوا مقاطع من الحلقة وبيعرضوها عندهم على الهوى وبيعلقوا عليها طبعا سلبا هجيلك على السلب والإيجاب والقصة بس أنا عايز أقولك إيه هنا تفهم إن الإخوان تحديدا منابرهم أبواقهم ما بتحبش البرنامج ده ليه؟ عشان بيقول الحقيقة وبيفصلها تفصيلا بمنتهى الدقة البرنامج ده مش بقولك بقى يوسف البرنامج ده بيقولك الحقيقة بكل تفاصيلها وما بينسبش حاجة في بلدنا ما بنتكلمش عليها تعالي نتكلم على بيان صدر بخصوص التغطية الإعلامية للاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني واللي هينعقد بكرة بإذن الله وده من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتحصل في البلد واللي مهمة جدا حضرتك تبقى عارفة المنصق العام للحوار الوطني أستاذ دياء رشوان صرح بالقاتي إنه تأكيدا لحق الرأي العام خد بالك بقى كلمة الرأي العام يعني كل الناس في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار فإنه السادة ممثلين الصحافة والإعلام المصري والأجنبي اللي اتنين إحنا ما بنعملش حاجة مخبيينها اللي اتنين مدعوين لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي اللي هيعقد فيه انتهاء أول اجتماع بكرة بإذن الله يوم الثلاثة الموافق خمسة يوليو الساعة كام وحدة الظهر فين في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وهي مقر هذا الحوار بإذن الله سبحانه وتعالى وبالمناسبة بدون دعوات مسبقة اللي عاوز يجي يتفضل ولكن يبقى معاه بطاقات وخطبات الاعتماد من النقابات اللي هو عضو فيها والجهات الصحفية والإعلامية اللي هو بيشتغل فيها يعني مثلا صحافة أجنبي حضرتك أكيد عندك جواب يثبت أنك أنت بتغطي لصالح الوكالة الفلانية أو الجريدة العلانية أو التلفزيون الترتاني نفس القصة بالنسبة للمصريين الكل على حد سواء العضوية بتاعت النقابة إذا كنت عضو نقاب للصحفيين مثلا يعني طب أنا لسه مثلا أنا رجل بشتغل في مثلا أنا افترض في التلفزيون فأنا مش عضو في نقاب للصحفيين بتشتغل في إيه يا يوسف بشتغل والله في القناة القلعات لي جواب من القناة القول أن أنت جاي تغطي بس كده ودي حاجة مهمة الحوار الوطني معمول علشان خاطر كل المصريين طيب وهل معنى كده أنه معمول لكل المصريين يبقى لأجانب ملهمش دعوة والعالم ما يعرفش إحنا بنعمل إيه؟ لا اتفضل يعرف لازم تشوف المناقشات اللي هتحصل وتعرف نتائجها ومخرجاتها وإيه اللي هيجرى وما إلى ذلك ده حقك كمواطن أولا والعالم عاوز يتفرج ويشوف المصار الديمقراطي اللي ماشي فيه مصر بالمناسبة دون وصائع يعني هو ده مش معنى إحنا بنقول للعالم أنتو أوصي علينا خالص لكن ده إحنا بنقول للعالم إحنا ما عندناش حاجة نخبيها اتفضلوا تابعوا وكتبوا وانشروا أهلا وسهلا